أم سلطان من أبوظبي تقول بأن الشغال عندنا غير مسلم أحيانا تنظف وتشيل المصحف تقول من مكانه وتنظف اللي تحته وبعدين ترجع المصحف تقول هل هذا جاز أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لغير المسلم ما ينبغي أن يلمس المصحف بل لا يجوز لا يجوز لغير المسلم أن يلمس المصحف ولذلك قولي لها بأن هذا المصحف لا تقربه فأنت يم سلطان تنظفين المنطقة هذه أو حد بناتك مثلا أو إذا جاءت تنظف تقول يا صبري تشيلين أنت المصحف تحطينه في مكان أو تشيلون المصحف من هذا المكان بالكلية مدام أنه يتعرض للمس الخادمة بارك الله فيك هذا كتاب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالمصحف إلى بلاد العدو لماذا؟ لخشة أن يمتهن القرآن بمثل هذه الطريق ترجمة نانسي قنقر